مرحبا بحضراتكم حلقة جديدة في مساء الخير كل الكلام هيكون عن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لكن الخبر الأهم واللي كان قبل دخول الهواء مباشرة هو اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته عن كسب التطورات الخاصة بحادث غرق سيارة بأحدى قرى أشمون بالمنوفية عايز أقول لحضراتكم الخبر ده بقاله كم يوم ويمكن بدأ مع بداية المؤتمر وكان شغني متابعته جدا وكنت طبعا شايفة أنه مالوش مجال في الأخبار حرصا على الأخبار الجيدة والمنتدى اللي بنتكلم عنه وفكرة أن احنا مهتمين قوي بالضيوف الموجودين لكن رئيس الجمهورية في وجود ضيوف من 196 دولة في وجود زعماء ورؤساء دول ورؤساء حكومات كل ده يخليني أتوقف أمام هذا الاهتمام بالمواطن المصري اللي دايما على أولوية السيد الرئيس الحادثة دي حادثة صعبة جدا مجموعة من الأطفال دايما عارفين حضراتكم يعني ده شيء صعب جدا في بعض المناطق أن لسا الأطفال بيشتغلوا في العمالة في بعض المزارع وبعض الورش وكل كلام ده الأطفال دول كانوا رحيين مزرعة بيجمعوا البيض وبيحطوا في طبقات مزرعة ورجبوا عربية ربع نقل ورحيين علشان بس يسترزقوا وياخدوا 25 جنيه 30 جنيه في اليومية علشان يرجعوا يساعد أهليهم منهم إخوات منهم أولاد عام منهم بيت كامل كرايح علشان يشتغلوا ويجيب لأهله ورزقهم فما كان إلا رجبوا عربية ربع نقل اتحركوا بيها وصلوا لحد المعدية لها توصلهم لبلدهم غرقة العربية وغرقوا عدد كبير بس أنا احترامة للمهنية مش هقول أرقام لأن أنا عندي أرقام متفاوتة كتير جدا لكن ما فيش تصريح رسمي لكن أعتقد على بكرة أو بعده هيكون فيه أرقام واضحة عدد كبير جدا من الأطفال دي غيره وماتوا لسه مازال البحث جاري اللي طلعوا طبعا بتعملهم جنازات في بلدهم البلد كلها في حالة حداد شيء يعني محزن جدا أطفال اللي شافوا يوم ساعد اللي شافوا يوم اهتمام حالة من الحزن على أطفال شقيانة كانوا على الهامش وماتوا برضو هم على الهامش لكن بعد اهتمام رئيس الجمهورية في ظل هذه الأحداث اللي بيشهد بها العالم كله والمؤتمر اللي عالم كله بيتابعه أنه يعلم بنفسه أنه بيتابع ويوجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كبري خاص بمنطقة الحادث اللي هي أشمون للحيلولة دون تكرار الحادث مرة أخرى شكرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكرك لاهتمامك بالمواطن المصري اللي على أولوياتك اللي حصل ده فيه اهتمام بدأ من أول إعلان عن حياة كريمة حياة كريمة يا جماعة هتخلينا ما تحصلش تاني حادثة زي دي هيتخلي فيه كبري في كل مكان فيه معدية ممكن تغرق تاني لأنها قديمة لأنها ما فيهاش تأمينات لأنها حاجات كتيرة جدا غرق ولادنا مش بالسهل وعلى مصر ما بقاش أعداد وخلصت ونعزي وخلصت لا في حل مشكلة حصلت اه حصلت وده وردوا أن يحصل لكن أنه احنا يكون في حياة كريمة علشان ده ما يبقاش بعد كده يحصل في عشر حتت بده المكان واحد بس أنا تعزينا لكل أهل أشمون تعزينا لكل أهل المنوفية لأنه عارفة أن الخبر كان صعب عليهم عايزة أقول لكم أنا ترددت كثيرا لأنه أتكلم في الخبر ده مبارح حسيت أنه مش وقته شيء بيعكر العرس اللي حاصل لكن اهتمام رئيس الجمهورية واللي دائما سابق بخطوة دي حاجة أنا برفع لها القبعة دائما المواطن والمواطن المصري على أولوياته ما عندناش مواطن مهمش ما فيش حد في منطقة ما نعرفش عنها حاجة أتمنى لحد زي ما يحصلش تاني بيحصل كل فترة لكن بعد حياة كريمة وفكرة التطوير من الطرق فكرة التطوير من الكباري الناس اللي زعلنا من الكباري والطرق الكباري لو فيه كبري في المكان ده معمول ما كانش العدد أنا مش عايزة أقول لحضراتكم العدد قد إيه ممكن يكون كبير ومش عايزة أذكر عدد لم يذكر بشكل رسمي لأنه مش هابقى مهنية لكن عدد كبير من الأطفال ما بين عشر سنين لتمنتاشر سنة كانوا داخل العربية النقل دي واللي وعد بهم من معدية منهم إخوات منهم بيوت كاملة يعني فيه ست مثلا قصة من القصص اللي كنت بسمعها ست بقالها 14 سنة ما كانتش خلفت لحد ما ربنا رزقها بولد وبنت الولد وبنت كانوا في المزرعة دي علشان يجيبوا قوت يومهم الاتنين غير قوت في الحادثة دي وخد من ده حكايات إنسانية كتير لكن اللي طبطب واللي داوي أنا متأكدة مش هيكون الموضوع كبري بس كمان هيكون فيه نظرة أخرى لأهالي الضحايا دول شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي كان النهاردة تكلم أمام الجميع عن الفقر وقد إيه الفقر دا شيء بيأثر في دول وحكومات فمش هيأثر في أسر ومواطنين عاديين الفقر دا شيء سيء جدا 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 واسمحوا لي أن احنا نبدأ الآن الكلام عن المؤتمر واللي بعد متابعة السيد الرئيس دي تفتح نفسنا أن كل حاجة ماشية بالتوازي الرئيس ما هواش مع النخبة الموجودة فقط في المنتدى لا يتابع عدق التفاصيل للمصريين حتى اللي هم مع الهامش ما بقوشها الهامش في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا للمشاهدة